اشتركوا في القناة يمكن الاستغناء عنه على الاطلاق فهو يعتبر من المواد الغذائية الاساسية التي تدخل في صناعة الخبز كما يدخل في اعداد اغلب انواع الحلويات والمأكلات والكعك وله فواد عديدة صحية لجسم الانسان وذلك لاحتوائه على نسبة من الالياف والكربهايدروت والمغذيات الاساسية التي يحتاجها الجسم كما انه يحتوي على المعادن كالحديد والفسور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والسوديوم والسيلينيوم والزنك والمنغنيس ويعمل دقيق الذرة على مساعدة المعدة في المحافظة على كافة وظائفها كما انه له القدرة في القضاء على النمل والتخلص منه في حالة وجوده في المنزل وكما ذكرنا فان دقيق الذرة يدخل في صناعة المخبوزات والمعجنات ويضاف الى بعض انواع الشربات الحساء ويكثر استخدامه للحصول على وصفات نجحة وخفيفة ومتماسكة ودقيق الذرة اي الطحين منتشر في كافة المحلات التجارية وهو متواجد بكثرة وبكميات كبيرة ويمكن الحصول عليه بسهولة وبأسعار تناسب الجميع ويحتوي دقيق الذرة على الطوق التي يحتاجها الجسم ويحتوي ايضا على البروتينات النباتية كما انه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون ونسبة من الفيتامينات من اهم الفيتامينات التي يحتوي عليها دقيق الذرة هي بيتا كاروتين ومجموعة فيتامينات وهي با 1 با 2 با 3 با 5 با 6 با 9 با 12 وفيتامينات با 9 له اهمية كبيرة للمرأة الحامل ففي حالة نقصه يتعرض الجنين الى تشوهات خلقية كنقص نمو المخ وعدم اكتمال نمو الفقرات القطنية كما يفيد دقيق الذرة في انضاج وتفجير الدمامل ويضع ايضا على الاماكن المتورمة للتخلص منها يدخل دقيق القمح في العديد من خلطات تجميل الوجه وعمل الاقنع اي الماسكوت فهو يعالج حب الشباب بشكل جذري كما يعمل على تلطيف الحروق الناتجة من اشعة الشمس الحرة ويدخل دقيق الذرة في صنع شامبون خاص والذي يعمل على تنظيف الشعر وإليكم اهم الفوائد الصحية لدقيق الذرة يحتوي دقيق الذرة على فوائد جمة نذكر منها ما يلي تقي او تقلل من خطر الاصابة بسرطون القولون تعمل حبوب الذرة على استقرار معدل الدم وتخفض من مستوى الكوليسترول الدور وتعمل على رفع الكوليسترول النفع تقلل حبوب الذرة من مخاطر الاصابة بامراض القلب والتجلطات وتفتح اشرين تعمل حبوب الذرة على منع تشكل الحصى في الكلة تعد علاجا فعالا لآلام الروماتيزم والتهابات المفاصل تعمل كمسكن لحالات الاستفراغ والغثائن تعمل على تنظيم وظائف الغدة الدراقية تمنح حدوث الامساك كما انها مدرة للبول تمنح الشعور بالشبع وترمم خلايا الجسم تحتوي على الفيتامينات التي تعمل على تنشيط خلايا المخ وتحافظ على الذاكرة والله تعالى اعلى واعلم اتمنى من الله تعالى ان تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل اشعارات القناة ترجمة نانسي قنقر